فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وحثها على أن تحافظ على دينها وأن لا تخرج عنه بغلو أو بتساهل كما فعل أهل الكتابين من قبلنا أنه في كل مناسبة يحذر الأمة من هذه المخالفات والتشبهات لأهل الكتاب ومن ذلك هذه المسألة أنه لما أفاض من مزدلفة صبيحة يوم العيد لما أفاض من مزدلفة أمر الفضل ابن العباس أن يلقط له الحصى حصى الجمرة وهذا فيه أن الحصى لا يتعين أن يأخذ من مزدلفة وإنما يأخذ من الطريق أو من منا فلقط له سبع حصيات قد رمي جمرة العقبة في هذا اليوم فدل على أنه لا يتعين أن يلقط جميع حصى الأيام الثلاثة في مكان واحد لا يتعين هذا كما يظنه بعض العوام وإنما كل يوم يأخذ بيومه يأخذ حصى كل يوم بيومه من المكان الذي هو فيه الذي هو فيه فلقط له الحصى وصفة هذه الحصيات السبع أمثال حصى الخذف أي ما يخذف على رؤوس الأصابع قد حدده العلماء بأنه أكبر من الحمص من حب الحمص بقليل فأخذ صلى الله عليه وسلم هذه الحصيات ونفخ بها ثم قال أمثال هؤلاء فرموا يعني في الحجم أمثالها في الحجم وإياكم والغلو بمعنى أن يرى أحد أن مثل هذه الحصى صغيرة وأنها لا تكفي فيختار حجارة كبيرة هذا من الغلو والتنطع في دين الله أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم من الغلو عموما وإن كان السبب في هذه الحصيات فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو أي الزيادة عن هذا المقدار من الحصى وفي جميع أمور العبادات فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو يعني بذلك أهل الكتاب ولهذا قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق